ازايكم عاملين ايه؟ معاكم ريهام السمان فيديو النهاردة ان شاء الله مخصوص لحبيبتي اللي طلبت مني الملوخية الخضرة هي مفرزاها بس دايما بتسقط منها وكمان بيبقى لونها غامق الفيديو ده ان شاء الله هعرفك ازاي الملوخية متسقطش منك ويبقى لونها اخضر كده وجميل وكمان هقول لك كل تكتها في اماكن كتير الملوخية الخضرة لسه موجودة لحد دلوقتي وحتى لو مفرزاها هتبقى نفس الطريقة بالزبط وان شاء الله مش هتسقط منك تاني بس تابعيني الاخر الفيديو علشان هعملها معاك خطوة بخطوة وان شاء الله تجربيها وتقولي لي رأيك بعد ما هتعمليها تكتبيلي في الكومنتات لو زبطت معاك ولا لأ ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض دي الملوخية بتاعتي بعد ما ارتفتها وكسلتها ونشفتها طبعا وبعد كده خرطتها بالمخرطة اول سبب بيخلي الملوخية تسقط مننا اننا بنشفها جامد قوي بتبقى مفتفتة كده لأ لازم تبقى مندية شوية الملوخية زي كده بالزبط علشان ما تسقطش مننا في الشربة تمام ولو مفرزاها هتطلعيها وهتسيبيها لحد ما تفك منك وبعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني دلوقتي معايا الشربة الشربة ما تكونش كتيرة قوي ابدأ بكمية شربة صغيرة ولما تحتاجي شربة هتزاودي لكن لو الشربة كتير وحطيت الملوخية دي مش هتقدر اتعالجيها تاني كده الشربة مضبوطة على الكمية الملوخية اللي انا حطتها هقلب كويس قوي الملوخية في الشربة وبعد كده هحط عليها مكعب من المرأ هيديها طعم حلو قوي هقلب كده الملوخية كويس جدا علشان التكتلات بتاعتها ما تبقاش موجودة بالمضرب او بالمعلقة اي حاجة وزي ما قلتلك مكعب من المرأ هحطه عليها وديها تقليبة واحدة بس وهقفل عليها ما تسبيش الملوخية تغلي هي بس اول ما بتغلي كده غلوة واحدة بس هقفل عليها على طول علشان الملوخية لما بتغلي كتير هو ده اللي بيخليها غامقة معاكي وبتسود من الجامد كده انا قفلت النار عليها هبدأ بقى اجهز الطاشة بتاعت الملوخية في طاسة على النار حط معلقة سمنة معلقة كبيرة واحط عليها شوية زيت وهنزل بالطوم المفروم هقلبه تقليبة واحدة وهحط عليه روح الملوخية اللي هي الكسبرة النشفة دي لازم اساسي 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 في الملوخية الكسبرة النشفة بتديها طعم طحفة جداً طبعاً معروفة يعني مش اختراع ولا حاجة هحط معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين من الكسبرة وهقلب انا هنا مش هحط ملح مع الطوم علشان انا احط مكعب مرأ مع الملوخية بس مش هسيب الطوم لحد ما يتحرق او يغمق جامد علشان الملوخية ما تمررش معاكي هيبقى لونها دهبي كده وبعد كده هقفل عليها لما توصل للمرحلة دي كده تمام الطشة جهزة معايا هطش الملوخية ووريك هيبقى عامل ازاي شكلها دي الملوخية بعد ما طشتها شايف العرق بتاعها طحفة جداً التكة بقى المهمة جداً اننا مش هنغطي الملوخية بعد ما انطشها هو ده اللي بيخلي الملوخية تسقط منك انك بضغطيها بعد ما انطشها على طول دلوقتي هنقدمها مع بعض شايفة لونها طحفة وجميلة قوي يارب بكون افدتك بفيديو النهاردة جربي الطريقة دي وان شاء الله مش هتسقط منك تاني وما تنسيش تقولي رأيك في الكومنتات ياريت يكون فيديو النهاردة عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة او سبسكرايب وفعلوا زر الجرس واختاروا كل علشان يوصلكم اشعار بكل وصفة جديدة انا بنزلها عندي واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة